ويظهر تذلُّله وفقرة يقول أنت الغني وأنا الفقير أنت القوي وأنا الضعيف والله يحب التذلُّل والاعتراف بالذنب وأن يعترف العبد بقدرة الله عليه هذه أشياء لو جات في الدعاء هذه من أسباب الإجابة إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير أنا فقير يا رب إلى خير النازل من عندك أنا محتاج محتاج إلي بأمس الحاجة إلي ومن أبغض الناس إلى الله المستغني عن ربه واليقين بالإجابة دليل على صلاح قلب العبد وحسن رجائه بالله وحسن ظنه به فيقين القلب عند الدعاء يدل على الثقة في وعد الله وأن هذا الداعي موقن ومؤمن بقوله تعالى ادعوني أستجب لكم موقن ومؤمن بأن الله كريم وجواد ويعطي وأنه حي كريم يستحي إذا رفع رجل إلي يديه أن يردهما صفرا خائبتين كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقين القلب عند الدعاء يدل على إيمان العبد بأن الله غني وخزائنه لا تنفد مهما سأل العباد حوائجهم لو أعطاهم كلهم وقفوا في صعيد واحد جنا وإنسا فسألوه أعطى كل واحد مسألته أما نقص ذلك إما عنده إلا كما ينقص تنقص الإبرة إذا دخلت البحر طلعت ماذا تأخذ من ماء البحر يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغني فقيرا يجبر كثيرا يشفي مريضا يرحم ميتا يعطي قوما يمنع آخرين يحيي يميت يرفع يخفض لا يشغله شأن عن شأن سبحانه يقف العباد في صعيد عرف ملايين يدعونه بلغات مختلفة يغلط أبدا يتبرم من إلحاحهم أبدا يعرف ماذا يقول كل واحد وماذا يطلب كل واحد ويعجل لهذا ويؤخر هذا وهذا يدفع عنه شرا أعظم من اللي سأل وهذا يعطيه خيرا أعظم من اللي سأل وهذا يؤجل له أجرا حسنات لوم القيامة شيء شيء يعني شيء مذهل يعني مذهل العقل إلى تأمرة يقين القلب عند الدعاء يدل على معرفة هذا العبد بأن دعاء عند الله لا يضيع ما من مسلم يدعو بذعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر يعني أنت إذا يعني الواحد يشعر بالحرج مع الآدمي أن يسأله أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وبعدين مع الله عز وجل أبداً كل ما سألت أكثر كل ما أحبك أكثر ولا يتبرم سبحانه ولا يعجزه شيء ويقين العبد عند الدعاء يدل على حسن ظن العبد بربه وهذه مسألة عقدية مهمة أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني يقين القلب عند الدعاء يدل على عدم استعظام العبد للمسألة عند الله يعني أن الله لا يعجزه شيء لو طلبت منه ما طلبت أطرب ما شئت من خيري الدنيا والآخرة أطرب ما شئت ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم الله مغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزق لي إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحان رواه البخاري وفي رواية ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه فالذي يوقن بالإجابة يسأل ويسأل ويسأل وهو يوقن ويؤمن أن الله قادر على إعطائه ما يسأل كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جاء إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمة هذا الحديث وقول عليه الصلاة والسلام وعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله غافل غافل عن الله لا هي عن الطاعة إذن أحضر قلبك عندما تدعو هذا معنى الحديث أما أن يكون القلب في وادي والدعاء في وادي آخر هذا ليس من أسباب الإجابة فاليقين وانتفاء الموانع ملخص أسباب إجابة الدعاء لو قال واحد ملخص بأسباب الإجابة أمران اليقين وانتفاء الموانع وطبعا نستفيد من الحديث أن حف على العلم عموما وعلى تعلم محبطات الأعمال ومذهبات الثواب خصوصا بالنسبة لهذا لقوله في الحديث واعلموا أن الله لا يستجب دعاء من قلب غافل الله والحديث يدفعنا إلى تحصيل أسباب الإجابة وكذلك الجد في الطلب والعزم في المسألة والمسألة والمسألة